هذا وأشهد عدد من الحضور بالمنتدى بمستوى التنظيم من الأمم المتحدة وحسن الاستضافة المصرية وأعرب الحضور عن أمالهم في تحقيق مزيد من التعاون وتبادل الخبرات بين وفود الدول المشاركة وجود المنتدى الحضري في مصر وعنوان المنتدى كل شيء يبدأ من المنزل أو من البيت مهم جدا نقل الثقافة أو هوية المنطقة إلى العالم الخارجي مهمة جدا مشاركة الجناح السعودي يعتبر واحد من أكبر الأجنحة في دولة مصر الشقيقة وهذا لأهمية المنتدى وأهمية الحدث العالمي الموجود في مصر العربية التنظيم رائع وأود أن أهنئ الحكومة المصرية على استضافة هذا الحدث وأشيد بتنظيم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنة البشرية لهذا الحدث العالمي للأسف لم يتمكن وزير الإسكان من الحضور ولكن للوزارة عدة أذرع والكل أتى ليشارك في الفعاليات ونتطلع على مدار خمسة أيام لتحقيق مزيد من التعاون وتبادل الخبرات وأن ننقل النجاح الذي حققته الهند في مجال التنمية الحضرية والعمرانية أحد أهم المبادرات بالنسبة لنا اللي هي مبادرة ميثاق الملك سلمان العمراني وهذه مبادرة يهمنا فيها اللي هو نشر فكر العمران المبني على القيم بمعنى أننا ننظر للقيم وارتباطها بالمكان والزمان والإنسان وخدمة الإنسان وكذلك استخداماتنا للموارد وجميع ما تعلمنا ونشرنا من خلال هذا الميثاق هي دروس مستفادة من خادم الحرمين الشريف إن الملك سلمان الله يحفظ أثناء إمارته لمنطقة الرياض